موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وتهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت تقريراً بعنوان نظام الأسد يتلكأ في تخلص من الأسلحة الكيماوية قالت فيه قالت إدارة أوباما يوم الخمي أن أربعة بالمئة فقط من أسلحة سوريا الكيماوية الأكثر فتكاً تم نقلها خارج البلاد واتهلت رئيس بشار الأسد بالتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لتخلص من ترسانته الكيماوية مسؤولون على الإشراف عن عملية التدمير التقوا في لاهاي لمراجعة ما أطلق عليه الدبلوماسيون تأخيرات كبيرة وعاقبات من قبل الحكومة السورية وذلك مع نهاية المهلة المحددة لنقل الأسلحة مع نهاية هذا الشهر يقول روبورت ميكولاك ممثل الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جهود التخلص من العناصر الكيماوية من سوريا ضعفت وعلقت بصورة كبيرة رفض ميلكوك تفسير سوريا بأن التأخير نتجا عن مخاوف أمنية في المناطق التي سوف ينقل من خلالها المخذون الكيماوي حيث كانت سوريا طالبت بالمزيد من المعدات لحماية الشحنات من هجمات المتمردين وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين الذين كانوا مسافرين معه على متن طائرة الرئاسة نظام الأسد هو المسؤول عن نقل هذه الأسلحة الكيماوية لتسهيل تدميرها نتوقع منهم أن يفو بالتزاماتهم للقيام بذلك صفقة الأسلحة الكيماوية جنبت توجيه ضربة جوية أمريكية خطت لها ردا على مزاعم استخدام غازي السام ضد المدنيين في ضحية من ضواحي دمشق الصيف الماضي كان من شأن ضربات الجوية الأمريكية أن تكون أكثر تدخل أمريكي مباشر في الحرب ولكنها لم تكن لتنهي الصراع أو تحقق هدف إدارة أوباما في إزالة الأسد عن السلطة وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب طارق الحميد مقالا في السياق ذاته بعنوان الأسد يلعب بورقة الكيماوي مجددا قال فيه كما كان متوقعا فها هو النظام الأسد يتلعب بالمجتمع الدولي وتحديدا أمريكا حيث لم يلسزم بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيماوية وفق المواعيد المقررة مما دعا واشنطن إلى اتهام نظام الأسد بالتلكق حيث الواضح الآن أن ليس بمقدور نظام الالتزام بالموعد النهائي لإرسال جميع المركبات الكيماوية السامة إلى خارج سوريا لتدميرها وكان واضحا منذ البداية أن موافقة الأسد في سبتمبر أيلول الماضي على التخلي عن الأسلحة الكيماوية لم تكن إلا لعبة مكنت الأسد من تفادي الضربة العسكرية التي هددت بها الإدارة الأمريكية وقتها بدا على هجوم بالغاز السام قامت به قوات الأسد ضد ضواحي قرب دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس آب الماضي وقتل فيه ما يزيد على ألف سوري بين نساء وأطفال وعليه فبعد أن لاعب الأسد تلك اللعبة أي الموافقة على تسليم ملديه من أسلحة كيماوية فها هو الآن لا يلتزم وإنما يريد استخدام ورقة الكيماوي هذه مرة أخرى الآن لمساومة الغرب وتحديدا واشنطن وخصوصا مع الضغوط الغربية على ضرورة انتقال السلطة في سوريا وبالطبع فإن عدم التزام الأسد بمواعد تسليم الكيماوي لا يقول لنا أن الأسد يتذاكى أو يمارس المساومة وحسب بل إنه يظهر قناعة الأسد نفسه بأن ليس لدى المجتمع الدولي الرغبة الحقيقية في اتخاذ مواقف جادة لإسقاطه أو لجم آلة قتله التي لم تتوقف لحظة حتى وفده يفاوض في جنين ولذا فإن الأسد لا يكترث الآن خصوصا وكما قلنا مرارا إن الأسد لا يؤمن إلا بمنطق القوة وهو يدرك تماما الآن أن كل التحركات الغربية وتحديدا تحركات واشنطن لا تشي بأن هناك أفعالا جادة تدل على الرغبة في استخدام القوة ضده ومن هنا فإن السؤال حاليا هو ما الذي ستفعله إدارة أوباما حيال عدم التزام الأسد بتسلم الكيموي وتلاعبه ومساوماته خصوصا أن الرئيس أوباما قد قال قبل أيام في خطاب حالة الاتحاد إن الدبلوماسية الأمريكية يساندها التهديد بالقوة هي السبب في التخلص من الأسلحة الكيموية لدى الأسد فما الذي ستفعله واشنطن الآن مع تلاعب الأسد وعدم التزامه بمواعيد تسلم الكيموي أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي حيث كتب حذيفا نجم مقالا بعنوان وجهاني لعملة واحدة بشار السيسي قال فيه محولي أن أبدأ بنموذج لجولة شهيرة أو طالما رددها المرحوم نهاد قلعي وما زالت تتردد في أذهان آبائنا هي إذا أردنا أن نعرف ماذا يجري في مصر يجب علينا أن نعرف ماذا يجري في سوريا تسلسل أحداث مرعب يجري في مصر فبعد انتخابات أول رئيس مدني للبلاد ضربت البلاد بعاصفة انقلابية تجري في مصر إلى هاوية الدكتاتورية والظلم والاستبداد من جديد ما حصل من المجازر في سوريا تعاد وتكرر في مصر فالقائد المغوار بطل معركة فضي رابعة كما يحب البعض أن يسخر منه عبد الفتاح السيسي ترقى إلى مشير وقريبا سيأخذ بعصاه الفرعونية ويجلس على عرش رئاسة الزائف وكأن السيسي يقول ويصرخ ويرقص ويمرح فرحا منفذا أوامر القذافي يقول لصديقه الحميم بشار انظر يا عزيزي فأنا ارتكبت كل المجازر بحق المصريين الأحرار مثلك ولم يبق لي إلا أن أجلس على كرسي الكرسي الذي حلمت به مع أنوار الثابات ويوجد سيناريوهان متشابهان في القضية المصرية والسورية هما النظام السوري المقاوم والممالع يحاصر ويجوع ويقصف مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق والنظام المصري بقيادة السيسي يحارب إعلاميا تنظيم حماس الغزاوي وينعته بأبشع الصفات عدا عن ذلك فقائد المعركة الخالدة يأمر بإغلاق معبر رفح الواصل بين مصر وفلسطين ليمنع من وصول المساعدات إلى الإخوة الفلسطينيين سبحان الله ذات الأسوبي هنا وهناك وكانه يدور في أذهان تشبيه للعصابتين وهو حجر الشطنج ولكن من يحرق هذين الحجرين الشريرين سوى إسرائيل فكل الأحداث الحاصلة في سوريا من استنزاف البلاد يصب في مصلحة إسرائيل وكل الأحداث الجارية في مصر من قتل وقمع للإسلاميين المعادلة للكيان الصهيوني يصب في مصلحة إسرائيل وليبقى السؤال ماذا سيزجي في الأيام والأسابيع القادمة من أحداث ومعارك مرتبة يعدها المجتمع الدولي بما فيهم بعض الدول العربية ليقضي على ربيع العرب الواقف بالمرصاد لديكتاتوريات الحكام العربي المساندين لمعشوقتهم الأولى ومصقص رأسهم تل أبيب وبالانتقال إلى موقع الشرق العربي للدراسات حيث كتب زهير سالم مقالا بعنوان في البدء كانت المجزرة المجزرة وليس الحرب الأهلية قال في في البدء كانت المجزرة العنوان الأليق بمرحلة من تاريخ سوريا الحديث منذ الثامن من آذار عام 1963 وما تزال في البدء كانت المجزرة بمرتسماتها الاجتماعية والسياسية والعملية بكل ما فيها من دم وأشلاء وضحايا وآلام وتداعيات وأثار وكانت المجزرة السياسية والاجتماعية بأبعادها ومقترن بها من طائفية نتنا ومن استئثار مقيت ومن فساد نخر بنية المجتمع وما رافقها من عدوان وكبت وقهر وظلم هي المجزرة الأولى المؤسسة لكل ألوان وأشكال المجازر التي تواطأ عليها المجتمع الدولي في التستر عليها وفي الاستثمار فيها ولسيما على صعيدها الوطني بسلخ الأرض الوطنية في مجزرة الهزيمة المؤامرة في الخامس من حزيران الهزيمة التي أعطت لحافظ الأسد ولدريته من بعده هذه المكانة وهذا الإمكان إنما جرى في مدينة حماس الأبية في الأسبوع الأول من شباط سنة 1982 لم يكن إلا حلقة في سلسلة من الحلقات عاشتها الأرض السورية وما تزال منذ نصف قرن على عين الناس وإننا اليوم حين نقرن المجزرة الكبرى للقرن العشرين بما تلاها من مجازر القرن الحادي والعشرين يرتكبها الجزاء بمساندة من المتواطئين معه وبغطاء من الساكتين عليه في كل مدينة وبلدة وحي في سوريا تدرك أن المجزرة لم تكن نزوة عابرة أو ردة فعل طاغية أو أن مجازر الإبادة التي تلفد على الشعب السوري هي نهج وسياسة مقررة ليس فقط من مرتكبيها وإنما أيضا من داعمهم ومن الساكتين عليهم أيضا في البدء كانت المجزرة لم تصبح مجزرة حما في القرن الحادي وفي القرن العشرين كما رهانوا عليها ذكرى ولم تصبح مجازرهم هذه على كل الأرض السورية في القرن الحادي والعشرين ذكريات المشهد قائم أمام أعيننا جميعا مشهد الدم ينهمر شلالا من أوداج الأطفال مشهد بطول الحبالة بقرتها حراب الجزارين ومشهد الرؤوس المقطوعة والأشلاء المبعثرة رائحة الموت ينشره غاز السارين جثة مبعثرة على أرض غوطتنا في مشقية الجميلة ماثلة تملأ أنوفنا صور وجوه أطفالنا تحت أنقاض البراميل المتفجرة يرميها مجرم ستظل عالقة في أبطارنا أمام هول المجازر التي كانت وهول المجازر التي قد تكون نحن حاضرون ومرابطون وشعبنا القادر دائما على أن يتسامى لا ينسى عليكم أن لا تنسوا أنتم أن شعبنا يتسامى ولكن لا ينسى أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركة حيث كتب شاهو القرداغي بعنوان الثورة السورية أنجبت الأحرار ونظام الأسد أنجب الأشرار عندما بدأت الثورة السورية المباركة بصورة سلبية خف النظام الأسدي منها وحاول تشويهها بجميع الوسائل ولكنه عجز عن ذلك لأن الشعب أراد الحصول على مطالبه وإنهاء حكم الدكتاتور الذي بغى وطقى وأسرص في الطغيان وأفسد البلاد والعبادة في فترة حقبه ولكن عندما عجز النظام عن النيل من الثوار بجميع الطرق بدأ يلجأ للوسائل الخبيثة التي استخدمها غيره من الطواغيث لتشويه الثوار أمام الشعب وأمام العالم وإحدى هذه الوسائل هو صنع الجماعات المسلحة وإظهارها بمظهر الثوار ليفسد ويقتل ويشويه صورة الثوار أمام المغفلين الذين يصدقون ما يشاهدونه في إعلام النظام دون أن يفكروا بأن هذا النظام قد خدعهم طوال هذه السنين عن طريق الإعلام الثورة السورية جاءت من أجل الكرامة والحرية والعدالة وترسيخ هذه المبادئ وجاءت إنهاء القتل والسحق والزبح من قبل النظام أو من قبل أي جماعة أخرى سواء كانت مصنوعة من قبل النظام نفسه أو تم صنعها من قبل المخابرات الدولية أو الإقليمية لتنفيذ أجندة هذه الدول في سوريا ولكن العجيب أن بعضا من المغفلين ومن أشباه المفكرين والكتاب يحكمون على الثورة السورية بناء على تصرفات بعض الجماعات المشبوهة التي تسعى في الأرض فسادا وتقتل الثوار قبل أن تقتل الشعب الأعزل الثورة السورية ليست مسؤولة عن أفعال هذه الجماعات التخريبية لأن الثورة جاءت بالرجال جاءت بالأبطال الذين يفدون بأرواحهم بلدهم في سبيل حماية أعراضهم ومقدساتهم الثورة السورية المباركة لا يمكن تشويها من قبل أجهزة الإعلام أو بعض الجماعات لأنها صبرت على جميع أنواع المحن وتنتظر النصر من الله سبحانه وتعالى لتشرق شمس الحرية في بلاد الشام وينتهي الظلم والطغيان بعدما فتكت بالشعب وأرهقته من الظلمتها مستورة لأنها وراء نشؤ هذه الجماعات الإرهابية بدلا من أن نتهم النظام الذي يعتبر صانع هذه الجماعات بامتياز لأن هذه الجماعات لا تخدم إلا النظام وسيحين وقت محاسبة هذه الجماعات على جرائمها عندما ينتهي الحساب مع النظام الأسدي ويتم إنهاء حكم آل الأسد في سوريا وبالانتقال إلى موقع زمان الواصل حيث كتب محمد الأفقاني مقالا تحت عنوان هل نستحق كسوريين ما يدرننا؟ قال فيه كثير علينا أصلا بشار لو كنا ما منستاهل ما حكمونا بيت الأسد نحن مستاهلين كل شيء عم يصير فينا ربما نحتاج لساعة في حال رغبنا جمع كل الجمل التي يستخدمها بعضنا فيما يعتقدنا أنه توصيف مختصر مفيد لأسباب الألم الذي نعيشه كسوريين بكل ما تحمل كلمة الألم معنا لا يحتاج إلى شرح كبير أن استعمال هذه الجمل ونشرها هو خنجر صغير نضعه نحن في ظهر السوريين قبل أن نضعه في ظهر الثورة فليس أخطر على الإنسان الطبيعي أن يقتنع بأنه الأسوأ بين جميع أنثاله ولا يختلف الأمر في حالة شعب أو أمة والتي فيها الإنسان هو عنصر تكوينها وكل ما أتمنى أن نقتنع بأننا شعب مثل بقية بني البشر مع بعض المميزات الإيجابية والأخرى السلبية التي تتركها المورثات والظروف خلال السنين والتي مهما كان حجمها أو تأثيرها فإنها لن تجعل ما نخرج عن حقيقة أننا مجموعا بشري في كل تناقضات البشر لا أريد أن أستفيد كثيرا في شرح الفكرة لأنها واضحة جدا والمتأمل بقليل من الموضوعية سيعرف أننا شعب فيه من الأبطال الكثير وفيه من الأشرار الكثير فانطلاقة الثورة من أجل الكرامة التي فقدناها في سوريا الأمث وانتفاضة مدن سوريا كلها مدينة بعد أخرى غضبا لإخوتهم وطلبا للكرامة والحرية وفي الوقت نفسه فإن قصص السوء وأننيت الظهور وقتل العمل الجماعي وقصص الاحتيال والتكسب المهين وحتى جرائم أتباع نظام أنفسهم والذين يطلق عليهم العالم إثم سوريين شين ذلك أم أبينا؟ كل ذلك يجعلنا نؤمن أيضا أننا لسنا شعب الله المختار ولا يجب أن نبقى نروي للناس بأننا الشعب البطل الذي لم يلد التاريخ مثله علينا أن نقتنع بأن فينا من الخير الكثير وفينا من السوء الكثير وأننا نحتاج أن نحسن أنفسنا ونتبع قواننا وسنن الله في أرضه في بلوغ الشعوب لدرجات رفيعة من التمييز وبأننا كنا مخدرين واستيقظنا فلا ننتشي ولا اكتفي بعظمة بطلات بعضنا ولا نيأت بسبب سوء بعضنا للآخر مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى موقع أوريانت نيوز الذي نشر مقالا لإياد عيسى بعنوان التدخل في سوريا لا يحتاج إلى قرار مجلس الأمن جاء فيه طار السيد الإبراهيمي خلال مؤتمره الصحفي بختم الجولة الأولى من مفاوضات جينيف اثنين أشبه بالمختار في مسرحي الضيع التشرين الذي يحاول حل الخلاف بين عائلتين حول منصف العرس بالرز أم بالبرغل وهذه نكتة لا يحتملها الهولوكوست السوري المتواصل منذ ثلاث سنوات المفترض أن الطرفين حضر إلى طاولة محادثات لإيجاد آليات تنفيذ نقاط مقررة أصلا وفقا لجدول زمني محدد لا إلى طاولة مفاوضات لمناقشة أفكار والفارق كبير بين الحالتين فشل وفد الأسد في حرف مسار المؤتمر باتجاه محاربة الإرهاب لينتقل سريعا إلى خطة إغراقه بتفاصيل جولات لا تنتهي من مفاوضات الفقرة فقرة وإدخاله في زوارب المواقف والتصريحات المتناقضة لأعضاء وفده الذي نختار التشبيح كلغة مشتركة وحيدة ويبدو أن الإبراهيمي طريب لهذه النغمة عن قصد أو بدونه حين أتحفنا بالقول أن المشوار طويل والثغرة لا تزال شاسعة بين الطرفين وكأن جنيف واحد ونقاط أنان الستة لم تكن أساسا ثمانية أيام من التفاوض حصيلتها سفر عجزة عن مجرد إدخال مساعدة إنسانية تحمل شعار الأمم المتحدة إلى أحياء حمصة محاطرة لكن الأخضر بشرنا بأن سلطات الأسد وافقت على تمرر حصة غذائية إضافية إلى المحتضر نجوعا في مخيم اليرموق يبدو أن جميع الحاضرين في جنيف اثنين تنسوا عن صيب خاطر منص عليه القرار 2118 بشأن الوقف الفوري للعنف من انتظار الطرف لطرف آخر وتحميل المسؤولية المماشرة لمن يتخلف عن التنفيذ إضافة إلى إطلاق المعتقلين والمحتجزين تعسفيا وضمن حق التظاهر السلمي ووصول المنظمات الإنسانية إلى كافة المناطق المتأثرة بالقتال وإخلاء الجرحة وحماية المدنيين وحرية التنقل للصحفين دون تمييز وغيرها من نقاط لا تحتاج إلى ضرب منذل وفتح فال لتفسيرها إن أحدا لا يرغب بقراءة متأنية للقرار 2118 ليكتشف ما يتضمنه من تدابر يمكن اتخاذها بموجب الفصل السابع صحيح أن جوهرها يتناول موضوع تسليم السلاح الكيموي لكن الصحيح أيضا أنه لا يمكن تجزئة القرار رغم التشتيد على اعتماد الحل السياسي الشامل للأزمة ما يعني أن تدخل العسكري لم يعد يحتاج قرارا جديدا من مجلس الأمن وأن صلاحيات الفيت الروسي الصيني انتهت وعلى هذه القوة الضاربة الكاملة في القرار والتي يعرفها لافروف قبل غيره أن تفعل كما جاءت تصريحات كاري عن استعانة بقوات حفظ سلام دولية بموجب ولايات الأمم المتحدة ومن المفيد أن يعيد مفاوض المعارضة ضبط ألسنتهم في كل كلمة داخل قاعة تفاوض وخارجها أما مواضيع التعبير التي صغطها الوحدة الإعلامية ثم أثرتها على شكل بيانات يومية هذه يجب عدم ترجمتها للغات الأجنبية بالمطلق والأفضل إعادة النظر فيها من ألفها لايائها إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم دمتم في رعايتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر